مع التسليم بأن الأعمار بيد الله وأخذم بالأسباب العلم بيقول أن السمنة المفرطة تخفض من متوسط العمر المأمول بمقدار عشرة أعوام معلومة لا تثير أي دهشة مع القائمة الطويلة من الأمراض والمشاكل الصحية اللي بتسببها السمنة في أعضاء الجسم بشكل عام نمط الحياة الحديثة المرتبط بقلة النشاط البدني مع الاستهلاك المفرط للوجبات السريعة مرتفعة السعرات الحرارية هو المسؤول الأول إلى جانب بعض الحالات اللي سبب سمنتها أمراض نفسية أو أسباب طضية أو عوامل وراثية ومهما كانت الأسباب فالنتائج والمضاعفات للسمنة المفرطة خطيرة جداً في كل الأحوال يهدد جودة الحياة بل يهدد استمرار الحياة في حد ذاته أهلاً بكم الإنسان بحس في الزمن بتاعنا ده أنه هو ماشي كده في الحياة محاط عارفين الزومبي بزومبي كتير قوي من كل الأنواع وفي كل يعني زي ما يقوله الأصناف في الحياة لكن الزومبي اللي قصدي عليهم هم أكياس أكياس مغلفة ومعلبات من كل أنواع الأطعمة ادخل أي سوبر ماركت في العالم المشكلة دي عالمية هتلاقي السماء مبهر شكله مبهر يبدو مبهر لكن اللي انت شايفه ده كوارث حاجات شوف البنت بنوتة تختوخة سمنة والأم تختوخة وعمال البنت تملة في العربية حاجات الأم طبعاً نظرتها يعني البنتها نظرة يعني غريبة يعني مزيد من الإحساس بالزنب وفي نفس الوقت الخوف على المستقبل والبنت طبعاً لا حق يعني هي بتبصلها كأنها بتقولها أنت اللي علمتيني ده أنت هي بجد ده التعبير الناس دي بتعمل فيديوهات حلوة جداً بس هم اللي حطوا هم اللي لعبوا اللعبة وحطوا قواعدها المصانع الكتير جداً للبطاطس اللي هي رقائق البطاطس المغلفة مصانع المهولة للشوكولاتات بأنواحها أنواع لا حصرة لها من المشي عارف إيه الحلويات بالبسكوت جوه والشوكولاتة بره والشوكولاتة جوه والبسكوت بره وعملة زي كده وعملة زي كده كل ده سمنة مفرطة خطيرة جداً جداً وسكر وضغط وتصلب شرعين ومشاكل في شرعين قلب في الشباب إحنا كل يوم السوشيال ميديا خلتنا كلنا قاعدين في غرفة واحدة وساعات الغرفة بتقلب بصوان عزة واحد وده يعني خلينا نشوف نعرف بقى الأخبارها والباول كل جوه شاب الفلاني ده وهو عنده حاجة وتلاتين سنة توفى شاب الفلاني ده عنده مش عارف ربعين سنة توفى فلان عنده تلاتين سنة توفى إيه جماعة في إيه؟ إيه؟ إيه المسألة أعمار بيد الله وكل أجل إن كتاب استغفر الله العظيم يا رب محدش هيقول غير كده لكن محدش هيقول إن اللي جاتله سمنا مفرطة إنه ده ما تقتلش ده لا تقتل أنا في رأيه علميا طبايا كل الأطباء هيوفقوني في الكلام ده اتقتل إزاي؟ مين اللي قاتلوا؟ اللي قاتلوا التصرفات الخطأ اللي قاتلوا الأكل المعلم اللي قاتلوا الفاصل فهود اللي قاتلوا أهلوا اللي علموه ياكل غلط اللي قاتلوا اللي قالوا تعالى بقى هعلمك شواء ديك شواءة أنظمة كده وبرطمان فيه شواءة أعشاب وهم دول اللي هيخصصوك كل دول شاركوا في الجريمة النهاردة الخاء مهم جدا مع ضايف العزيزة القمة العلمية الكبيرة اللي أستاذ الدكتور كريم صابري أستاذ جراحات السمنة والمناظر بكلية طب جامعة عن شمس المدير لوحدة جراحات السمنة والمناظر شواءة النيل وزميل كلية الجراحين الملكية بينجلترا عضو كلية الجراحين الأمريكية والحاصل على تصنيف جودة دولة فيه جراحات السمنة أهلاً بيت أهلاً وسهلاً يا أهلاً وسهلاً المريض الذي يعاني من سمنة مفرطة قد يكون ضحية لكثير من النصابين وكثير من المجرمين في حقه في حقه من ضمن المجرمين في حقه ممكن يكونوا أهله علموه أنه هو يأكل بالطريقة دي طبعاً يعني هو طبعاً في البداية أنا طبعاً يعني لا يخفى لأحد طبعاً المساببات السمنة المفرطة في العالم المميكن العالم اللي هو المليء بالمشاكل اللي يمكن حق ذكرت المعظمها لكن هو في النهاية أنه منذ يعني أزل الأزلين وكان فيه مرض مشهور جداً اسمه سندروم X اللي هو ما حدش عارفه ده اللي هو كان مسامينه X اللي هي مجموعة من الضغط والسكر والكولسترول متلازمة X متلازمة X متابوليك سندروم كان يسمه سندروم X ضغط وسكر وهيبر كولستروليميا ووبستي وليه بقى كان بيجوا مع بعض ومحنش عارف إيه السبب يعني طبعاً ده المتابوليك سندروم ده مجموعة من الأمراض لما تصاب بيها أنت عرض الإصابة بأمراض القلب اللي هي ربما تكون سبب بقى للوفيات فيما بعد بأكتر من تسع أضعاف الإنسان الطبيعي كلما زارت فتم اكتشاب بقى حريصاً من الناس كلها عارفها بقى دلوقتي أن السمنة لما بتزيد وخصوصاً سمنة البطن البسر الفاتس كلما زارت كلما زارت الدهون كلما زارت فرصة تعرضك بقى للمشاكل اللي هي بتاعت السكر والدكتور كولسترول كلما زارت برضو فرصة تعرضك لمشاكل القلب ودي يمكن الميتابوليكس سندروم واحنا في جراحات السمنة مش بس جراحات السمنة هي جراحات السمنة والسكر أو جراحات السمنة والأيض أو الميتابوليكس هيرجري اللي هي مش بس احنا بنتعامل مع إنقاص وزن لا ده احنا كمان بنتعامل مع علاج للأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة حتى أنا ما كانش الوزن في اللي هو الوزن واحد سيه مثلاً واحد وزنه 160 كيلو ده مريض سمنة مفرطة وعنده سكر وضغط فده مريض سمنة وسكر وضغط أنت من الناس المعروفين أنت عمانات سمنة طب أنا دلوقتي عندي سكر بس وعند شوية وزن بس مش دول بتوع السمنة المفرطة أنا وزن مستيه 90 كيلو زايد 20 كيلو عن الوزن الطبيعي وعنده سكر تتعامل بقى الميتابوليكس سيرجري في الحالات اللي دي يبقى هو ده هدف أساسي لجراحات الأيض أو جراحات السكر أو الجراحات اللي تتعلق بالأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة حتى لو ما كانش عنك وزن زايد أزيد من الطبيعي ويمكن القافسو أو الفيدروليد دولار جراحات السمنة والسكر من أيام مدريد كان من أربع سنين أو ممكن من ثلاث سنين كانوا طبعا طلّوا استيتمينت أنه الناس اللي هي وزنها الكتلة بتاعتها أكتر من 32 والسكر غير منتظم أنت منتجتزم تنتظر الوزن الأعلى من كده ومش وزن 32 يعني قصدي الكتلة الكتلة يعني الوزن غير متناسب بالنسبة بالزبط فده ربما يكون عندنا 15 كيلو في الوزن الطبيعي سكرك مش بالزبط أنت من الناس اللي تعمل عملها ده علم يعني طب أنا طبعا مش ده أنا أقصد أن جراحات الألاجية زي عملية تكميم المعدة أو تحويل المصارف الناس المصاببة بالسكر بس مش لازم يكون عنده سمنة مفرطة ده وضع قائم ده جراحها يعني بتتعامل لأن أنت بتوصل لأرقام مخيفة للسكر التراكمي وتبقاش عارف تعملها سكر والله أنا بلاقي سكر التراكمي بتاعه 14 14 و13 و13 حاجة اسمها ده ياريم سكور عاملين سكورنج سيستم يعني بنشوف قد إيه من الناس يعني كان عندها سكر في درجات مختلفة وقد إيه من بيستفيد بنسبة قد إيه لأن طبعا كلما كان تقدمك أو طلبك للعلاج بادري كلما كنت أكتر يعني واحد بقول لأنا هستفيد قد إيه من العملية دي أنت فيه سكورنج سيستم بالنسبة للسكر أنت تاخد نسولين قد إيه سنك قد إيه بقى لك قد إيه عندك سكر كلما كان البرامة رسيت واحدك دي أحسن ما أنت ممكن توقف علاج من تاني يوم تأخرت ووصلت بقى للدرجات متقدمة من السكر هتوقف المضعفات هتنزل الوزن الزايد هتوقف السكر عند حده لكن ربما توقفش علاج ربما تستمر مثلا على الأقراص ربما تستمر على جرعة قليلة من الإنسولين لكن سكورك بقى لعشرين سنة تقضي جرعة علاج من الإنسولين فأصدي أنه يعني نطلب طلب العلاج في بدري يعني بتحمي نفسك من المشاكل ومتوقفش مضطر تعملها بصورة اضطرارية فيما بعد في بعض السيناريوهات بتحصل بعد تكميم المعدة مثلا أنا هقول لحضرتك السيناريو وانت تقول لي كيف تتعامل معها مثل هذا السيناريوهات أول السيناريوهات وأكثرها شيوعا هو رجوع الوزن بعد تكميم المعدة طبعا دي مشهورة جدا في بعض الحالات اللي هي عملياتها طبعا معمولة بصورة غير احترافية وده غالبا ما بيخصش أصلا يعني ربما ده يكون ما بيخصش أكتر قبة المعدة متسابة الأندرم متساب المعدة أصلي فقد ما بيخصش وبعارفنا ده وبتدخل إحنا كجرحين بندخل العملية عشان نصلح المعدة اللي هي ما نزلش في الوزن بتلاقي قبة المعدة أصلا الشرايين بتاعتها والأوريدة فاعتها يعني هي الطبيعية ما تقصتش أصلا فده معناها أنها كان فيه سوق ربما يكون السبب في المريض نفسه العملية مضبوطة وعملت أشعر مختلفة سريست لأبعد بعد العملية كان حجم المعدة 100 سنتي جيت بعد خمس سنين لقيت المعدة 500 سنتي وفيوزي فورم ويعني هي يعني بوسعت من كتر سوق الاستخدام وكتر الأكل العنيف فيها ربما توسع المعدة البعيد والحقيقة إحنا جربنا أنه إحنا نركب حزام على المعدة حلقة يعني على المعدة كده باند أو منيمايزر يعني حاجة بتمنع تمد المعدة معرفش يعني أنا شخصيا عندي أنا قللت من استخدامها شوية لأن حسيت أن هي ما فياش روحها في أكل الحاجات الصلبة يعني حتى يقال على تجميل المعدة المعدة يعني الناس بتديها لفظ كده حلو لكن هي الفكرة في أنه تركيب حلقة على أعلى المعدة ما بريحش الواحد هو بيأكل حاجات صلبة اللي تاكل لحوم خضار رز مكرونة أنت محتاج يعني تبقى واحد بتندق كويس جدا وبتأكل ببطء جدا لو هتتدايق من القصة دي أنا بمصح الناس ما تركيبش الحلقة يعني وتحافظ أحسن بدون تركيب لأن هي فعلا بتمنع تمد المعدة من فوق لكن إحنا الحقيقة هي يعني معظم الناس اللي ركبت الحلقة هي متدايقة من أكل الحاجات الصلبة عايز يعني سمول بايتس وتأكل ببطء جامد يعني هتحجمك قوي وفعلاً هتخليك يعني متحفز دول الوقت ونت بتاكل فحافظ يعني من كمية الأكل بحيث المعدة ما توسعش النمرة التانية استهلاك السكريات الشديد ما هو ده سبب لرجوع الوزن وبتلاقي المعدة حجمها مش مازاتش ولا حاجة وبتلاقي الواحد أمال يستهلك طول اليوم شكولتات وإس كريم وعجنات ما لعملت تكمين كنت تعمل بقى تحويل مصاري ما لعملت تكمين النقطة الخطيرة اللي الناس بتقع فيها دلوقتي وبتزود الوزن بالرغم أن حجم المعدة قليل الناس اللي هي بتاكل واجبات كتيرة في اليوم رغم أن الواجبات صغيرة وبيقولك أنا بجوع أنت ممكن ترجع لدكتورة تغذية بتاعك في التيم اللي هو منتابعك هو بيعلمك إزاي تاكل الأكل اللي هو يعود في المعدة فترة كبيرة سي البروتينز والحاجات اللي هي الخضار والحاكل الهيلس كله بيقعد في المعدة فترة كبيرة أحيانا بيبقى فيه برضو بعض الحموضة أو الارتجاع بيسبب الجوع والإحساس الارتجاع أرصة المعدة دي بتفسر عندنا كلنا أنه محتاج يأكل وبالتالي لو عالجت للارتجاع ورجعت للتيم المتابعة بتاعك يعالج الارتجاع وبالتالي برضو هتلاقي نفسك ما بتجوعش ولا حاجة و هتلاقي أمورك ماشية كويس جدا لازم أوضح نقطة برضو أن الجوع لا ينتهي تماما في عملية التكميم الجوع بيقل في عملية التكميم بنسبة مثلا 70-80% النسبة اللي تشال المعدة بتتشال فيها بتقلل ده وبالتالي الجزء المتفضل من المعدة هو ده الجزء اللي بيفرسه رؤون الجوع وبالتالي أنت بتجوع بنسبة تقريبا 20-30% من الوضع فأحسسك بالجوع المسيط من الوضع القديم هو الناس بالنسبة لها ده تحول مزهل ده كان بالجوع ده هو دائما كان فيه ناس تعبيرتها كانت بتقول لي أنا دائما حس أن أنا جعان أنا بحسش بالشبع على طول حس بالجوع المستمر وبالتالي أنا بأكل يعني كلما أو تحتلي اللي بيمنعني من الأكل حاكتين إما النوم أو أن أنا مش لأي أكل دلوقتي أنا طلبت أكل ويسا بجاش هم معذورين المصابين بسلمة صحيح هم معذورين لأن الجسم عنده بناءة تنسرين علي جدا وبالتالي بيتخلي الجسم في حالة جوع المستمر فالتكميم الحقيقة هي محتاج غير live style بتاعته وما تزعلش يعني لو حصل زيادة في الوزن فيما بعد التكميم بعد شوية سنوات في عملية إعادة بتقص المعدة لو زايرت في الحجم تقصها عملية بسيطة لو أنت يعني حجم الوعدة قليل وأنت بقى أكل سكرات أو يعني مش قادر تحافظ من القصر يمكن تتحول لتحول المصار وأصلا بتتعامل على المعدة بتعدل يعني حجم المعدة وتعمل لتحول المصار عملية برضو بسيطة جدا في عملية طبعا بتتعمل بعد مش بسبب فشل التكميم بتتعمل بسبب مضاعفات بتحصل بسبب برضو حاجة في العملية زي التواقف المعدة فتق في الحجاب الحاجز حصل حبونا بستمر بعد عملية التكميم دي عملية بتعمل عملية إصلاح بقى مش بسبب زيادة الوزن اللي هي لا ده أنت عشان حصل مضاعفات فيها أو فيها مضاعفات دي برضو بتتصلح بعملية جرحية تانية ممكن تعمل تحول المصار معدى كلاسيكي ممكن تصلح الفاتق بس وتسيبه لو عنده دي من تحت لو عنده دي من تحت ممكن تعمل بقى تحول المصار معدى كلاسيكي هي لها طريقة يعني ولها وضع يعني طبي غير قابل للنقاش يعني أنت عندك فاتف الحاجاب الحاجز كبير وعندك دي في المعدة من تحت أو عندك التابات في المريء انت حل واحد ما بعد التكميم هو تحول المصار معدى الكلاسيكي لا يمكن منقشة حل تاني تحول المصار معدى المصور مش هينفع إلا في الناس اللي هي ما عندهش فاتف الحاجاب الحاجز أو ما عندهش دي من تحت أو ما عندهش حمودة جاندة من فوق والتالي ممكن تعمل تحول المصار معدى المصور معلش الكلام ده يمكن صعب شوية على بعض الناس بس الناس اللي هي عملت العمليات هي فهمة الوضع ده وهتفسروا كويس ويمكن يكون نافع بالنسبة لها لكن معظم الناس اللي هتعمل عمليات الكلام بسيط يعني انت هتعمل عمليات تكميم عدية خالص عمليات في تلت ساعة يعني بتقعد ليلا في المستشفى ما فيهاش مشكلة لكن هو عملات الإعادة لها فنياتها وأنا عايز أوصل الكلام ده للمرضى اللي هم عملوا العمليات قبل كده وربما يكون عندهم مشكلة في الوزنة أو مشكلة فيه أو فيه مضاعفات فيه حالة كمان قليل لما بنتكلم عنها هلتواء المعدة الناس كثير على فكرة الكلمة دي بالنسبة له أول مرة يسمعونها حتى اللي بيتفرجوا علينا باستمرار هيقوله أول مرة ده إيه اللي التواء بتاع المعدة المعدة بتلف ده موضوع شايق جدا والحقيقة هو يمكن ليك جراحيا يعني والمرضى مؤلم جدا معلش يعني طبعا هو الالتواء ده ليه أسباب أنه أحيانا قد يكون سببه جراحي سببه جراحي بحت يعني أن المعدة مقصوصة طبيعة المعدة وإحنا بنقصها المفروض بتاخد جدار المعدة من فوق اللي هو الانتيريور سيرفز بتاع المعدة زيه بالضبط زي الانفيريور سيرفز الاتنين يكونوا قد بعض انت بقى لو قصيت من فوق أكتر أو قصيت من تحت أكتر والاتنين اناكوال يعني هتلاقي المعدة بتالي تلف تلوي نفسها كب الحكاية دي عشان تفهمها كويس قوي زي البنطلون البنطلون له اتنين سيرفز ومتخيط من الجنبين صحيح فيه ساعات يعملوا بطلون غلط ده يلف البطلون مشكلات دي بقى دي إنه صعب تشخيصه يعني بقى عنده صعوبة في الأكل بيأكل وبيعنده مغصة بتحصل طول الوقت يقوم يروح لحد بتاع منظير مش بتخصص في السمنة أو مش عندهش دراية زينا يعني بجراحة السمنة فيقوم يدخل بالمنظار ويلاء المعدة يعني يعني مقفولة شوي يقوم يلف بالمنظار ويعدي هو بالنسبة له طالما عدى بالمنظار خلاص كده يعني الدنيا كويسة هو الالتواء حاجة وظيفية يعني أنت مش حاجة أورجانيك يعني هو مفيش ديء فعلي في المعدة هي المعدة ملوية يعني أنت لو لويت المنظار زيها يعدي فيها فيقولك أنت كويسة تعال بقى يعمل أشعة يعمل جاستروجرافينة وعمل داي ستادي بيتلاقي لو حد برضو مش اكسبرينس دي نعف الموضوع ده برضوش يلقطها يعني تلاقي السابغة مع الدية انت السابغة مع الدية ما خلاص انت كويس السابغة بتعدي مع عصرة مع يعني تلاقي تعبان وتلاقي السابغة وصلت وبعدين عشان المعدة تنقابت جامد تعدي في يوم قرصة وبعدي فبقوله أنت بتاكل وبقوله آه باكل بس برجع وبتعبان بس بعد فترة بيحصل للمغصة وبتعدي الأكل يعني ويعمل منظار هتلاقيه كويس يعمل داي ستادي ما تلاقيش كويس مش عقفش هاء لا الجراح المحترف يقفش الله وفيه أشعة على فكرة يمكن اتعملت المجرسانوات اللي فاتت بقالها فترات كبيرة وجيدة جدا فيه انها تشخص اللي هي أو أشعة مقطعية سلسية الأبعاد بترسم شاكل المعدة الملوي بيبقى واضح جدا أحيانا ما بقاش السبب جراحة خالص يعني وخصوصا ده في السن الصغير مش تخويفا للناس يعني احنا دلوقتي عملنا الموضوع ده بقالنا يمكن أكتر من ست سنين بنعمل حاجة اسمها أومنت الفكسيش عشان تتفادى ده بتقوم تسبب طبقة الدهون أو القص المعدة قصة مصبوطة وهو تاخد طبقة الدهون تخيطها على على المعدة كلها تقوم تفرد المعدة كده مصبوطة استحالة إنها تتلوى ليه لإن إحنا فيه تنشن على كل فرد المعدة مصبوطة فيه شد على كل الخط الدبابيس فالشد دي تخليه سابت ماينفعش يتلوي مايلويش يعني فيه طريقة أنا أحكي الحكي عليها يمكن ده الخط بتاع الدبابيس اللي على اليمين والشم اللي بين قوي اللي هو على الشمال اللي على المين الشاشة على المين الشاشة اللي هو إحنا بصين من ناحية المين هو ده السوشل لاين ده لما بتثبت عليه طبقة الدوم بتشدها بتفردها طول الوقت وتحتفظ بقى بالسي كيرف بتاعها ده يبقى مصبوط بيحصل التوقع مشهور جدا في الأطفال اللي هم ما بين سنة عشر إلى عشرين سنة بتلاقي فعلا المعدة طرية لدرجة أن أنت لما بتدبس بتلاقيها هيئة فعلا ببتدى تكرمش على نفسها أنت ما أنت سايف فيها دي ولا سايف فيها حاجة ومقصوصة المعدة زي الفل كويس بتلاقي طفل المعدة بتاعته يعني الجدار المعدة مش سميك يعني بتلاقيه يبتدى يكرمش على بعض كرمش المعدة دي بعد شوية بيحصلت فيها شوية اللي سيقاط ويوم الكبد اللازق عليها من فوق خلاص ما كرمشها عامل بقى لشوية الالتواء دول طيب إحنا بقى في الناس دول الحل الوقائي للالتواء هو تقنيا أن أنت تقص المعدة قصة مظبوطة النمر التانية تسبب طبقة الدون على المعدة من فوق لتحت بحيث أن تشدها بحيث أن هي ما تلويش على بعضها طيب أنا دلوقتي حصل الالتواء حصل الالتواء إحنا أنا يعني قدمت يمكن في الإسابة علميا حتى الآن الالتواء حلوا تحويل مصار المعدة كلاسيكي بي ريسيرش يعني كل العالم بيعمل كده وإحنا بنعمل كده وأنا يعني نقلب الماء العملية من تكميم إلى تحويل معدة كلاسيكي تسيب بقى الالتواء فتحت وتقوم أصل المعدة مفوعة من تحويل مصار معدة كلاسيكي هيتفضل لنا مشكلة دلوقتي لو أنا عندي ولد صغير أو بنت صغيرة في سن العشرينيات مش عايز أعمل لها تحويل مصار وأنا يعني عملت عملية تكميم عشان أعملية خفيفة وحصل للتواء مش عايز أعمل عملية تحويل مصار في حل إحنا أنا عملته ونشرته إن إحنا نعالج الجاستريكت واست بطريقة سهلة جدا سهلة جدا ودي اتنشرت يعني موجودة على الممكن نبحث عنها ونجيبها الجاستروبيكسي إن إحنا دلوقتي أنا دلوقتي مع النيجدي والطريقة دي أنا فكرت فيها يعني والحقيقة شغالة بس أنا معرفش عن المدى البريدة يحصل إيه يعني في المستقبل يعني معرفش لكن هي الحياة فعالة جدا وآمنة تماما وسهلة جدا دلوقتي أنا عندي التواء وظيفي يعني التواء وظيفي يعني أنا ما عنديش دي أصلا في المعدة تقوم تدخل إنت تدخل طالما ما عندكش التواء دي بسيط إنت تدخل تفرد المعدة وتسلكها من التلافات التلافات اللي حواليها تقوم فارد المعدة فردة بسيطة إيه اللي هيمنعني من إن أنا المعدة تتلوى تاني تقوم تسبتها تعمل جاستروبيكسي تلات غرز غرزة ما بتدخش تسبتها في الحجاب الحاجز من فوق غرزة تسبتها في البانكرياتيك فاشيا وغرزة تسبتها في الميزو كولون من تحت يبقى أنت كده عندك تلات غرز سبتين برولين عادي جدا سهل جدا ورخص جدا ما فيش حيكة خالص غير مكلف تماما وبيحتفظ بالتكميم زي ما هي مش بس كده ده أنت تاخد المعدة بعد ما تفردت وفكتها من التسقات وسبتتها في مكانها الأماكن السابتة اللي ما بتدخش ثم تسبتها كمان في منديل البط يبقى أنت عندك حاجتين يسبتوا المعدة هعملنا سيريز كتير على الموضوع ده والموضوع ده ناجح جدا يعني أنت ما انتش مضطر في الجاسترو جاستريكتواست أن أنت تعمل تحول مصار معدة كلاسيكي لأن أنت لما بتعمل تحول مصار معدة كلاسيكي الأوكشن ده بقى مخيف جدا للأب اللي عنده ابنة أو البنت اللي هي عمل التكميمة عشان خفيفة فأنا مش عايز أعمل تحول مصار ما عندكش حل يا دكتور أن احنا نعمل ده لا في حل اللي هو حل علمي يعني واتنشر حل جميل اللي هو أن أنت تعمل جاستروبيكسي تفرد المعدة مضبوط وتعمل جاستروبيكسي وتحط أومنت الفكسيشن عليها كلام علمي أنا عارف صعب شوية بس ربما يكون نافع للناس اللي عندها المشكلة المسألة سهلة قوي مسألة سهلة وزمان كان عندنا حاجة اسمها الخرايط الخرايط دي تجيب الخريطة وتيجي في حصة معانا كده الخريطة دي بتبقى كبيرة كده ملفوفة كده فلما بتيجي تفردها الخريطة بطبيعة للحل لأنها كنت ملمومة هترجع تلتلم تاني فبتعمل ايه الحل كان بسيط قوي تكيب حاجات تقالات كده بتيجي على أطراف الخريطة وتحط تقالة هنا وتقالة هنا وتقالة هنا وتقالة هنا مش صحة كنا من المعدة كده يا نفس الفكرة المعدة هتلم هتلف كده هتتلوي تاني فأنت بتثبتها في النقاط معينة بتثبتها في نقطة تحت في الجزء المحيط بالبنكريات من غلاف اسمه بنكرياتك فاشي بتثبتها في نقطة تانية وبتثبتها فوق في الحجاب الحاجز خلاص آخر نقطة اتفردت مظبوط جدا وده توصيف جميل جدا أنا بس عايز أأكد على الأطباء أو أكد على المرضى برضو إن ده اللي هو الالتواء الوظيفي اللي هو الفانكشنال لكن لو عندك دي في المعدة واضح في المعدة المنظور ما بعديش فيه انت محتاج كده لتحول مصار كلاسيكي من الأصل ده احنا قدمنا الحل ده إن ربما ينفع به الناس طبعا وينفع به الحاجات ده من الحاجات اللي احنا أنا مبسوط يعني أنها ان شاء الله تكون مفيدة بإذن الله أنت بتسعيدني بالحوار اللي عدم معك جدا جدا وبتدائما بتضيف كل حلقة جزء كده بيوسع معلومات ومدارك الناس المتابعة جيدة لجراحات سمنة وشباب الأطباء المهتمين بالجراحة أكيد اللي داخلين بعالم جراحات السمنة لسه نواب أو لسه بيبدأوا يذكروا من شستير هستفيدوا جدا من حلقتك لأنك انت بتديهم بعض التركات عشان يبقى فاهمين أبعاد هذه الجراحات إنها فيها أبعاد مهمة جدا من ناحة العلمية سواء الحدث أو حلوله وده شيء مهم جدا وده رفعنا بيبقى في استوى الحرار مش هتلاقوه في أي حتة في العالم اللي هو احنا بنفترض كل الاحتمالات وكل السيناريوهات المحيطة بجراحات السمنة وبنشوف كيف يتم التعامل مع حلوله مش مجرد أن احنا بنبسط الأمور تبسيط يخل بقيمة هذا العلم العالمي الكبير المتورام الأطراف اللي هو جراحات السمنة طيف العزيز واحد من نجوم هذا المجال في مصر والوطن العرب لسه الدكتور كريم صبري وستاذ جراحات السمنة والمناظير بكل الطب جامعة إنشامس والمديد لوحدة جراحات السمنة وستشوهد النيل وزميل كلية الجراحين لملكاني بإنجلترا نورت الدكتور خليكوا دايما مع الدكتور أنا اسمي سعيد حمدا سعيد العربي عندي 13 سنة وأعمل عملية تكميم تكميم مع دكتور كريم صبري كنت قبل العملية 105 دلوقتي بعيد 75 كالو وأنا كنت قبل العملية كنت زدت في الفترة اللي فاتت قبل العملية فروح تعمل تحليل سكر فطلع عندي بوادر سكر فأنا قلت ما ألحق نفسي قبل ما السكر يجي علي فجيت لدكتور كريم ودكتور كريم قال لي لازم تعمل العملية وقبل العملية كان صحابي يتريعوا عليا يعني على طخن شديد وكده دلوقتي ما بقاش يتريعوا عليا واللبس تماما اختلف اللبس عن قبل العملية بعد العملية وما بقاش حد يتريع عليا موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة